موسيقى والان الى الاراضي الفلسطينية حيث استطاع شاب فلسطيني من مدينة نابلس صناعة سيارة كلاسيكية نادرة تحاكي سيارة دفع رباعي استخدمت في الحرب العالمية الثانية بكل اتقان وبادواته البسيطة جدا الى التفاصيل بشوار طويل من البحث عن سيارة دفع رباعي استخدمت ابان الحرب العالمية الثانية هذا المشوار انتهى برسمة على حائط ثم مجموعة من صفائح الحديد تحولت لسيارة من الطراز القديم بروح الحداثة من محل لبيع قطع السيارات الحديثة في بلدة قبلان جنوب مدينة نابلس بدأ الشاب رياضة العمل بصناعة سيارته الخاصة بكل اجزائها ومن الصفر ليطلق عليها اسم آدم نسبة لطفله الذي لازمه طيلة ايام صناعة السيارة انا بعشك السيارات القديمة احب السيارات القديمة اجتني الفكرة بحثت انه انجيب بالصفات هاي بالشكل هذا يعني دورت عجيب انه اقنائي لانه انا بعشك هيك اشي يعني سيارات قديمة بحب السيارات القديمة فدورت عجيب من هالشكل ملكيت فحبيت أني أنا يعني أصممه أصنعه بإيدي فكرتي هذا الإشي على الصورة على النت حاولت أني أنا أعمل زيه وقدر الإمكان أني أعمل زيه يعني اللي هي البلطة بلطة هذا بيكون من الشركة يعني كل جب زيه بيكون من الشركة زي هيك الكريك التصميم الجب كامل يعني بيكون هيك وشركة يعني أنا سميته آدم لأنه كون آدم يا بابا هات المفك يا بابا هات الزرادية كان هو جزء من المساعد يعني كان يساعدني نجيب مفك جيب زرادية جيب 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 إلى آخره بتصميمها الكلاسيكي القديم أبدع رياض ببناء سيارته من خلال معداته البسيطة وباستخدام المواد المتاحة في كل منزل ليخرج في النهاية بسيارة تذهل كل من يراها لدقة تفاصيلها التي تشبه إلى حد كبير السيارة الأصلية هو كل البدي اللي هون قلنا نحكي الإطار الإجزاز اللي هون الغطى المطور كل إشي تصنيع يدوي بمعدات بسيطة يعني لا تذكر خلنا نحكي ساروخ ماكنة الحام التطعيج غطى المطور الجنحان كل شي كان على الإيد المدة تقريبا ما يقارب الشهرين والصعوبات إنه يعني خلنا نحكي فش عدة كفاية فش مثلا إنه خلنا نحكي ماكنة تطعيج للجنحان في عندك هنا مثلا الجنحان بدها تطعيج بدها كده فش كل هذا على الإيد هذا الصعوبات اللي واجهتني حاولتني أعمل كدر الإمكان يعني شو بقدر أنا أعمل بعمل لأنه هاي العدة اللي متوفرة عندي يعني لو في عدة وفي دعم في كذا في هذا أنا بعمل إشي لسه أرتب من هيك وأحلى من هيك رياض العمل يسلط الضوء اليوم على الإبداع الفلسطيني سيما بعد النجاح الذي حققه طيلة شهرين من العمل على النموذج الأول من سيارته الكلاسيكية ما حفزه للانطلاق بفكرة جديدة وهي محاكاة سيارة كلاسيكية أخرى لتكون متاحة لكل من يريد استخدامها في حفلات الزفاف مجانا بدي أعمل سيارة يعني أعتبر في أن نحكي لسيارة كلاسيك قديمة للبلد لكل المناسبات مناسبات البلد وهي تكون زي هدية لكل عريس نقوط لكل عريس الشعب الفلسطيني مبتكر عنده يعني فيه مواهب كثيرة عند الشعب الفلسطيني نتأمل أنه من صلت الضوء على أشياء هاي هي شغلات مهمة جدا موسيقى آدم السيارة الفلسطينية التي عرفت النجاح بطريقة أخرى تثبت بأن شغف الفلسطيني لا حدود له يخلق الفرصة حتى ولم تكن متاحة أمامه ليتبع طريق أحلامه فيصل لهدف كان مستحيلا لدى الكثيرين